ده فيما تتعلق بملف الحكام تعالوا نطمن على الفرقة بعد مباراة مبارح ونشوف بعض الأخبار بتتعلق بفريق النادي الأهلي والفريق استعني في تدريباته على طول بعد مباراة البنك عشان احنا عندنا مباراة يوم الخميس أمان المقاولون العرب ان شاء الله الساعة 5 على السادة الأهلي والسلام وهو مباراة أكيد مهمة جدا في بطولة الدوري الممتاز اللقطات لحالكم بنشوفها دي لقطات من تدريبات النهاردة تدريبات النادي الأهلي الصباحية وبداية الاستعداد لمباراة المقاولين ان شاء الله بإذن الله تعالى مسماني كان عنده محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المحاضرة استمرت لأكتر من نص ساعة عشان اتكلم معهم في بعض الجوانب الفنية بخصوص مباراة الأمس وبعض الأخطاء اللي ممكن تكون ارتكابها لعاب النادي الأهلي طبقا لرؤية المدرب نفسه وكامل الثقة والتقدير والمساندة والدعم لمستر بيتسو مسماني مدرب كبير جدا جدا أخطاء وأي حد وارد فالمحاضرة دي اتكلم فيها في بعض الأمور واصطفات بشكل كبير جدا كمان النهاردة خلال المران كان في بعض التدريبات البدنية وبعض التدريبات الكورة وفي الآخر كان في تأسيمة قوية استعدادة لمواجهة المقاولين العرب كمان الفريق بكرة سيكون عنده مسحة طبية هذا طبقا لبروتوكول من كبل اتحاد المسر الكورتوكولا بعد تعديله تم إلغاء الربط تست وتم اعتماد المسحات الطبية عشان يتم التأكد من حالات كورونا ان شاء الله بإذن الله الكل يكون سليم سواء الأهلي أو المقاولين العرب ان شاء الله يكون الفريقين كاملين في هذه المباراة النهاردة كان في مران استشفائي بالنسبة للعاب النادي الأهلي اللي شاركوا في المباراة بشكل كامل مبارح ومران بدأ نقويل اللاعبين المشاركوش في هذه المباراة وفيما تعلق بوليد سلمان ونتطمن على حالته وهي جزئية بسيطة خطأ بسيط خطأ كان مفروض ان احنا ما نقعش فيه سواء من وليد نفسه أو من المدر وليد يعني كان شتكى من إجهاد عضل قبل أثناء عملية اليحماء وقبل المباراة فمستر بيتس المسمعين هو وردح الجزئية دي في المؤتمر الصحي قال له يا وليد تقدر تلعب قال لا يا وليد قال له فبالتالي لعب فخسرنا تبديل بدري ووليد الإصابة يعني انتفاق متشوية لكن في كل أحوال في كل أحوال يعني أمور واردينية بتحصل في كرة القدم مفيش مشكلة خالص وليد حيكون عنده أشعة النهاردة أشعة ترانين وبكرة الصبح حيكون عنده أشعة سونار وبناء على هذه الأشعة حيتم توضيح وتحديد مدة غياب وليد سليمان والبرنامج العلاجي لكن من ضمن الأخبار المهمة كمان هو خبر جيد في الحقيقة هو عودة جونير أجيه للمشاركة في التدريبات الجماعية بالنسبة للنادي الأهلي بعد إصابته في الوطر الوحشي للكاحل واللاعب شارك النهاردة في التدريبات بشكل كامل كل فقرات التدريب وده معناه أن اللعب خلاص أصبح لائق للمشاركة في المباريات الرسمية مع النادي الأهلي وكله حيبقى طبقا للرؤية الفانية المستر بيتسو موسيماني طيب طيب خبر عاجل اتحاد الكرة قرر إيقاف أحمد اه طيب مام تمام اتحاد الكرة قرر إيقاف محمد الشنوي حارس مرمى النادي الأهلي أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه ده بعد اللقطة اللي كانت عاقب مبارات الأمس ما بين الأهلي والبنك الأهلي وبشكل رسمي تبقى للقرار اللي قاله التحاد المصري أو التحاد المصري كورسة القدم لجنة السلسية إن تم إيقاف محمد الشنوي أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه حاجات نتعلم منها وحاجات نحاول إن احنا نتعامل معها خلال الفترة اللي جاية وكل سقف حراس مرمى النادي الأهلي الموجودين عندنا علي لطفي وعندنا مصطفى شوبير فدي كانت بعض الأمور وبعض الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي حروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندنا بعض الأخبار الأخرى اللي هنتكلم فيها أيضا بخصوص النادي الأهلي وبعض الأخبار المحلية على ما يستنونها